أول ما يصير زلزال في اليابان بطلب المعلمين من الأطفال أنه ينزلوا تحت المقاعد حتى يحموا أنفسهم وإذا هدأ الزلزال بطلب منهم أنه يحموا رؤوسهم بوسابة الحماية اللي كل طالب معه زيها بعدها بروح للساحة الخارجية حتى يستنوا أهاليهم بعثونا قبل شهر رسالة بتحوي جميع تفاصيل تدريب الإخلاء وأنه مثلا لو صار زلزال رح يبعثونا رسالة عن طريق البريد الإلكتروني وإحنا لازم نكون خلال عشر دقائق في المدرسة كنت من أول باستنى بالرسالة حتى الساعة 23 و10 ووسط الرسالة ندور على صف ثاني ونصف ثاني نحن جايين عشان تدريب الزلازل ونوح رح نشوف السمكات شو طولنا عليك؟ طولنا ضلت أنت واحدة بس صح؟ أنا من أول بدور عليك مش عالف أي واحد بورجينا كيف تحطها على رأسك لو سمحت؟ بتكون زي هيك ومن وراء عليها بيانات الأهل رقم التليفون ومكان السكن وغيره تنوح في عنده واحدة صح؟ فرغضة عندك زيها خلاص ووصلنا البيت وطبعا هالتدريب كل سنة بيعملوه مرة واحدة